أهلاً وسهلاً بكم سؤال وجواب على السريع سؤال اليوم عن الستيفيا إن هل هو بديل جيد عن السكر ممكن أحطه في الأكل وممكن أحطه في المشروبات سؤال وايد وايد يوصلني وإليكم الإجابة إجابة سؤال ستيفيا أولاً أولاً شكراً على أسألتكم توصلني أسألتكم عبر وسائل التواصل على التعليقات حط لي تعليق تحت في هذه القناة على هذه الحلقة ولا تنسوا أن تشتركون في القناة أيضاً وتفعلون الجرس وإذا حاب تروح تحضر محتوى شوي أعمق في الصحة باللغة العربية أونلاين عليا أكاديمي دوت كوم أكاديمية عليا أحط فيها دوراتي هناك لمن يبحث عن العمق نرجع إلى سؤالنا سؤالنا عن الستيفيا وايد يوصلني هالسؤال جداً جداً يتكرر وعميق وخلونا نتخلف الإجابة مباشرة هل ممكن أن أنا أستخدم الستيفيا عشان أستبدل فيه السكريات وأستعملها كمكون بديل المكونات اللي أحطها في الوصفات مثلاً لما أسوي كيك ولا لما أشرب شاي والإجابة نعم و لا أولاً نعم لأنه أحسن من السكر المكرر السكر الأبيض المكرر المصنع يمكن يعتبر أسوأ شيء ممكن تأخذونه ينزل المناعة يزيد الخلايا السرطانية بعيد عنكم يخرب البشرة يزيد التجاعد يسوي كثير أشياء ما تحتاجونها فسكر الأبيض المكرر نمتنع عنه لو شنو يصير هل ممكن أن في بعض الأحيان أستبدلها بستيفيا على أساس أنه هو شيء طبيعي وأرق على الجسم يمكن نقول أو أصح شوي على الجسم الإجابة هي نعم ممكن أن تستبدلها بستيفيا على أساس أنه هو شوي طبيعي أكثر ولكن الإجابة تكون لا أمتها لما أنا كل يوم باشرب شاي مثلاً كمثال وبحط في محلي شلت السكر الأبيض وحطيت ستيفيا هني المشكلة أننا المفروض أننا نتحرك في التجاه الصحة تجاه تعويد أنفسنا وتعويد لساننا أيضاً أنه ما يتعود على الحلة بشكل مفرط يعني ما يتعود أنه كل يوم يجيل شيء حلو فأنت لما تشيل السكر صح أن أن تشيل شيء جداً غير صحي ولكن لما تستبدل بأيضاً شيء حالي يدخل فمك كل يوم أنت قاعد تبني عادة أن أنا أحتاج شيء سويت كل يوم أحتاج شيء حلو يدخل جسمي يدخل فمي كل يوم فلما أقول نعم ممكن يعني معناتها قصد أنه ممكن تستبدل مرة في أسبوع مرة في الشهر لما تساوي طبق حلويات لما خاطر تطبخين شيء معين للعائلة مثلاً وخاطش تحطين فيه شيء بديل نعم ولكن أن أنا أخذ شيء مكرر مضر وأستبدله بشيء يعطيني نفس الطعم وكرره كل يوم كل يوم في حياتي يصر هو جزء من روتيني ما سوينا شيء لأن أول ما أنت تكون عندك هذه العادة هذه الحاجة لأنك أنت تاخذ شيء سويت كل يوم يرفع توقع جسمك السويت الحلة ويخليك غير قادر على الإقلاع عنه تماماً لما جسمك يتعود أن أنا بعض الأيام ما بيكون فيه أي شيء حلو بيدخل فمي يكون وايد أسهل علي على المدى الطويل أن أنا أقلع عن الحلويات عامة وأيضاً وأيضاً يصير أسهل علي أن أنا أستمتع بالحلوات الطبيعية بالحلويات الطبيعية اللي من الفواكه وكذلك لأنه لما عود نفسي على شيء حلو كل يوم يدخل خاصة إذا مستوى الحلاوة فيه عالي كأنه بعدين ما يعجبني شيء يعني لما أكل مثلاً تفاحة أحس أنه ما صغى أحس أنه ما فيها طعام أحس أنه لا أحتاج شيء سويت كتير فمهم جداً أنت في مشوارك إلى الصحة أنك تبدأ شوي شوي يتعود جسمك أنه أيضاً ينقطع عن أي شيء حالي زيادة عن الزمول لأن السيبيا مركز ويحطونا عشان يحلون الشيء فهو مركز فبتطلع عندك الحلاوة اللي فيه عالية فيبدأ جسمك توقعاته للحلة تزيد فلما تقطع الحلو تماماً بتشوف أن أنت تستمتع أكثر بقطعة فاكه وإذا إذا مثلاً عندك عزيمة ولا تبين تسوي شيء خاص عند ميلاد أحد ولا تستبدلين في الوصفة السكر بسيبيا نعم ممكن طبعاً لازم تجربينها شوي أكثر لأنه مدعم يكون الاستبدال نفس المقدار تجربينها كم مرة ولكن هذه هي الإجابة عشان ما نعقد حياتنا يعني ولكن ما نبي نظن أيضاً أن نحن نقدر ناخذ شيء ونستبدله بشيء وخلاص نكررها كل يوم وعلى أساس أننا نقعد أخذ الخيار الصحي البدائل الصحية أيضاً تحتاج شوية تفكير شوية عقل شوية اعتدال أيضاً وهذا كان رأي بالقرار قراركم لا تنسون إذا عجبتكم الحلقة حطو لها لايك انشروها لمن تحبون واشتركوا في القناة أيضاً مع زر الجرس عشان توصلكم الحلقات أول بأول وانتظركم على أكاديمية علياء للدورات العميقة شكراً لكم شكراً لكم